مرحبا أصدقائي أعطيكم العافية أهلا وسهلا فيكم مرة جديدة في معنى اليوم جهاز جهاز رائع وموجود في السوق نحكي اليوم عن ميزاته العامة وعن عيوب الجهاز هلا الجهاز أول شيء كما تشوفوا حجمه تقريبا قد الإصبع جهاز أنيق نوعا ما هذا جهاز نشوف كيف الفارق بينهم تمام هلا الجهاز الغلاف الخارجي من المعدن وإله شاشة OLED بطارية الجهاز 450 ميلي أمبير قدرته القصوى 9 وط بيشتغل من نظام الكبسي يعني بتكبس وبتسحب الجهاز أو البود بيركب بنظام الحشر ساعته 2 ميل وبداخله كويل 1.6 أوم هلا الجهاز بيعطي تقدر تحكم انت بالقدرات بيعطي أربع قدرات اللي هما soft normal hard bypass طبعا بالضغط ثلاث كبسات تدخل على النظام التعديل هاي ذي البيباس نبلش normal so hard soft والبيباس هما أربع وضعيات نحكي عنهم شوي أولش نبلش بالsoft soft بتعطي 3.4 فولت مثل ما انتم شايفينه بقدرة تقريبا 7 وط normal بتعطي 3.6 فولت بقدرة 8 وط الهارد بتعطي 3.8 فولت بقدرة تقريبا 9 وط والوضعية الرابعة اللي هي بتعطي قدرة الجهاز حسب الشحن البطارية مثل ما حكينا بقدرة قصها 9 وط ببلش تنزل كل ما تنزل البطارية طبعا شحن البطارية بقدرة شاحن 1 أمبير فما دون 60 دقيقة بيكون الجهاز فلل شحن خمس كبسات بتشغل الجهاز وخمس كبسات بتطفي الجهاز هلا عيوب الجهاز اللي أنا شفتها انه بيحصل فيه ليك أو تسريب تحت البود ولكن قليل نوعا ما يعني ما فيه اليوم تسريب ولكن فيه أيام تفتح الجهاز بتلاقيه مسرب خصوصا لما يقدم البود أو العيب البعديه انه بطاريته 450 ملي أمبير هي بطارية قليلة نوعا ما يعني هي دوب من بداية اليوم وتوصلك للمغرب طبعا الثروت هيت اللي بيعطيها الجهاز أنا بتوقع انها هتكون مناسبة لأغلب أما أنا بالنسبة لي ما نسبتني حسيتها خفيفة هي طبعا مش بدرجة زيرو مثلا لا هي ثروت هيت فيها كثير منيحة هلا كمية دخان بتطلح الجهاز كثير منيحة يعني أنا لو بدي أحط على وضعية الباي باس بنسحب وبنشوف كيف كمية دخان جدا مناسبة بنكمل بدأ فرجيكم بس هون في الوضعيات في المود بعد الباي باس في عنا هذي هذي بتقلب الشاشة كما تشوفوا بتقلب الشاشة طبعا أنا يا بنتظر لما أختار الوضعية بنتظر بيختارها لحاله أو بكبس كبسة طويلة بيختارها نرجع كبسة طويلة كما تشوفوا برضو نفس الشي بيختار الوضعية وهلأ الشاشة هون تحت فيه عداد السحبات انت كم بتسحب هو بيعدلك هون طبعا ثلاث كبسات بتروح على الرف ريس ريسيت بتكبس عليها كبسة طويلة بيصفر هذا العداد هلأ السكيل من واحد لعشرة اللي أنا بعمله على الأجهزة في خانة البطارية الجهاز بياخذ سبعة من عشرة النكهة سبعة من عشرة ثروت هيت ثمانية من عشرة النفس تسعة من عشرة التسريب ثمانية من عشرة التعبئة تسعة من عشرة الدخان تسعة من عشرة شكل الجهاز تسعة من عشرة التسريب بالفم عشرة من عشرة حجم البود سبعة من عشرة وهيك بياخذ الجهاز بالمجموع ثمانية فاصلة أربعة من عشرة وهذا شيء جدا رائع جدا عظيم بميز الجهاز فعلا اللي عنده أي استفسار أنا رح أكون سعيد أني أجاوب عليه بتمنى تعملوا سبسكرايب للقناة تعملوا لايك وشير للفيديو ويعطيكم ألف عافية